موسيقى موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة الطب البديل و التداوي بالاعشاب اليوم ان شاء الله سنستعمل وصفة البيافين او مرهم البيافين لتبيض البشرة و توحيد لون الجسم كيف كنعرفوا بان مرهم البيافين هو كيستعمل في الحروق دات طراجة خطيرة و اليوم ان شاء الله سنستعمله للتبيض و كذلك ازالة اثار الحروق القديمة سنستعملوا الحامض بالنسبة للبشرة الدهنية مع البيافين اما بالنسبة للبشرة الجافة سنستعملوا بلاست الحامض و زيت الخروع نبدأوا على بركة الله كناخدوا الحامض كنعصروا كيف كنعرفوا ان الحامض البلدي كيحتوي على رزاب ديال كمية وافيرة تكشيلش ان نخدوه روحتي شوية ججم عالق ديال الحامض كيف كنت قبل ان نخدوه ججم عالق ديال الحامض مع شوية ديال البيافين ديال الحامض تشاركوا براسته تستعمل مصوره تريد اليوم ت задam اعطينا 1 خالط يتفعل لنا البيافين مع الحامض ملاحظة بالنسبة للبيافين والحمض لا يمكن نستعمله وتعرضه الأشعة للشمس اشتركوا في القناة 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 الطريقة. وكاللاحظة النتيجة دي فقط قبل من الاستعمال الاول. نبقى من الاستعمال وهي يعني بشوية قد تدخل العمق البشر. وبالنسبة البشرة الجافة نحيد الحامض ونستعمل زيت الخرواع. زيت الخرواع رغني بالفوائد دياله بالنسبة للبشرة. ناخد شوية ديال بيافين بنفس الطريقة. نزيد عليه مع القادية الحامض. عفوا نزيد عليه مع القادية زيت الخرواع. نستعمل مع القادية زيت الخرواع. نستعمل مع البيافين كنلاحظة واحدة نتيجة مغيرة على اللي كنستعملوه مع الحامض. كيكون تقيل وكيعطينا بحل الشكل ديال الكريم. العكس ديال من نستعملوه مع الحامض. فهو ممكن استعملوه كمرطب للبشرة كذلك. نخلطوه بنفس الطريقة حيث يعطينا تلك الكريم ديال بيافين وزيت خرواع. نطبقوه على البشرة. صافي من بعد ان شاء الله اسبوع كتب النتيجة واضحة. كنت سعملوه بهذه الطريقة. حتى كيدخل دك الخاليط اللي استعملناه او الكريم مع البشرة ومع المأسام نفتوحها. وكعطينا النتيجة اللي بغينا نحصلو عليها. في اخر الفيديو كنقول لكم حبابي اخوتي ما تنساوش تبارتاجيون معنا الفيديو. ودعمونا بلايك. وتعليق محمد. واشتراك واشتراك في القناة. واشتراك في القناة. واشتراك في القناة. اشتراك في القناة.